نستكمل مع بعض أمثلة على إيجاد نهاية دالة عند نقطة وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند لما يكون ناتج التعويض كمية غير معينة ونختتم بالمثال limit x تكعيب ناقص 2x ناقص 1 على xz1 لما x تقول لسالب 1 لو عرضت عن x1 بسالب 1 هيبقى سالب 1 لكل تكعيب بسالب 1 سالب 1 في سالب 2 بمجاب 2 وعندي سالب 1 يبقى ناتج البسط بصفر والمقام بصفر دي كما قلنا قبل كده كمية غير معينة أعمل إيه؟ أشوف البسط زي كانت تحلل ولا ألاقيه تحلل لx زائد 1 في x تربيع ناقص x ناقص 1 على x زائد 1 ده هيروح معنا فهيتفضل لي limit x تربيع ناقص x ناقص 1 لما x تقول لسالب 1 هتعوض هيبقى هنا 1 وهنا 1 يبقى 2 ناقص 1 يبقى بتساوي 1 إذن هذه الدلة لها نهاية تساوي 1 لما x تقول لسالب 1 من ضمن الخطوات الإضافية اللي ممكن أعملها إننا لو أنا عوضت وليت ناتج التعاوض كمية غير معينة وكان الدلة بتاعتي فيها جزر فبضرب فيه مرافق هذا الجزر طيب لما أضرب أختصر وبعد ما اختصر أعوض مرة تانية عايزين نقول إيه بقى لو عندك جزر A ناقص جزر B فالمرافق بتاعه جزر A زائد جزر B لو عندك جزر A ناقص B فالمرافق بتاعها جزر A زائد B لو عندك A ناقص جزر B فالمرافق بتاعها A زائد جزر B ده المرافق بتاع مقدار سنائي فيه على الأقل حد فيهم فيه جزر يبقى أنا أضرب في المرافق ثم اختصر ثم عوض نشوف مع بعض المسال اللي قدامنا المت الدلة عبرها عن بسط ومقام البسط فيها جزر X زائد 3 ناقص 2 على X نصف 1 قلت لك أول خطوة بعملها إن أنا بعوض هعوض عن X بكام بواحد فلما عوض عن X بواحد هيبقى 1 زائد 3 ناقص 2 على 1 ناقص 1 اللي هي تدي لك جزر 4 ب2 ناقص 2 يبقى 0 وتحت 1 على 1 ناقص 1 بصفر يبقى الكلام ده كمية غير معينة هعمل إيه؟ أضرب في المرافق المرافق بتاع المقدار ده هو البسط البسط هو اللي فيه جزر هيبقى جزر الأول العلامة دي تتحول تبقى زائد الثانيش طيب طالما ضربت فوق في المقدار ده لازم أقسم عليه عشان ما غيرش المسألة في حاجة يبقى نفس المقدار اللي هضرب فيه فوق هو المقدار اللي هضرب فيه فين؟ تحت نشوف مع بعض هتساوي limit المقام يضرب في المقام يبقى X ناقص 1 في المقدار ده طيب البسط لما يضرب في البسط هتلاقي بقى الحد الأول ده هو نفسه الحد ده فلما يضرب في بعضه يشيل الجزر طيب الحد الثاني ده والحد الثاني ده يضرب في بعضه يبقى أربعة والإشارة بكام بسالب يبقى limit X زائد ثلاثة ناقص أربعة على X ناقص واحد في الجزر طيب فيه اختصار أختصر أول البسط ده أنا عندي زائد ثلاثة وناقص أربعة تبقى كام ناقص واحد يبقى يتفضل لك في البسط X ناقص واحد طيب في المقام في X ناقص واحد يبقى لسه في اختصار تاني أشيل دي مع دي ودي الحاجة اللي كان بتخليه البسط والمقام بكام بسفر يتفضل في البسط واحد وفي المقام جزر X زائد ثلاثة زائد اثنين أشيل X وحط مكانها واحد هيبقى واحد على الجزر واحد زائد ثلاثة زائد اثنين جزر واحد زي الثلاثة اللي هي جزر أربعة باثنين زي الاتنين يبقى بكام بربع يبقى الدلة دي لها نهاية وبتساوي ربع لما الـ X تقول إلى الواحد نشوف كمان مثال على الكلام ده واحد نقص الجزر التربية الواحد زياد X على X لما الـ X تقول لكام الصفر أول خطوة ما تنساش أول خطوة أعوض عن كل X بكام بصفر فلما أعوض عن كل X بصفر سيبقى جزر هنا واحد بواحد نقص واحد صفر على صفر دي قلنا كمية غير معينة يبقى هضرب في المرافق طب هو الجزر موجود فين في البسط يبقى انا شوفه المرافق بتاع البسط كام هيبقى واحد هي كانت ناقص يبقى اضرب في مين في زي وطالما ضربت في المقدار ده فوق لازم اضرب في تحت علشان مغيرش المسألة طيب يبقى المقام اكس هيتضرب في المربع ده اكس في واحد زائد جزر واحد زائد اكس طب البسط زي ما قلت لك مربع الاول واحد اللي هو الاول في الاول بواحد العلامة سالب فيه التاني في التاني يروح الجزر هيتبقى واحد زائد اكس بس تخلي بالك ان واحد زائد اكس مضروبه في مين مضروبه في سالب فواحد زائد اكس مضروبه في سالب هتخذلك سالب واحد سالب اكس السالب واحد ده يروح مع الواحد ده ده اول اختصار طيب يتفضل لك مين سالب اكس فالاكس دي تروح مع الاكس تحت تفضل لك سالب فوق اعاوب بقى عن اكس بصفر البسط سالي بواحد المقام صفر زائد واحد بواحد جزرها بواحد زائد واحد باتنين يبقى ناتج بيساوي سالي بنص إذن الدلل اللي فوق دي لها نهاية تساوي سالي بنص لما الاكس تقرب أو تقول من آخر مثال على الطريقة الثانية اللي يتضرب في المرافق هنا بقى المثال ده بنعندي جزرين جزر واحد ناقص ناقص جزر واحد زاد اكس نعوض اول زي ما تعودنا وزي ما شفنا قبل كده لازم اعوض اول حاجة عن اكس بالقيمة اللي عندي اللي هي الصفر فلما معوض هديني جزر واحد ناقص جزر واحد لو صفر على صفر دي زي ما قلت قبل كده كمية غير معينة تابع اعمل ايه اضرب في المرافق مرافق بتاع مين بتاع البسط فلما اضرب في المرافق السرب دي هتبقى ايه موجب وطالما اضربت فوق في مقدار لازم اضرب تحت في نفس المقدار عشان ما يبقاش غيرت المسألة يبقى هتساوي لمدة لما اضرب المرافق في نفسه هيبقى مربع الاول واحد ناقص اكس ناقص مربع التاني اللي هو اكس زائد واحد تاب وتحت الاكس دي هتضرب في المربع ده كله تاب نختصر السالب في اكس بسالب والسالب في واحد بسالب واحد بسالب واحد يعني دي سالب يبقى السالب واحد تروح مع الموجب واحد يتفضلك في البسط سالب اتنين اكس على المقدار ده الاكس تروح مع الاكس يتفضلك سالب اتنين على الجزر التربيعي لواحد ناقص اكس زائد الجزر التربيعي لواحد اكس اشيل كل اكس واحط صفر واعوض الاقي الناتج البسط سالب اتنين على اتنين اللي هي بسالب واحد ده عدد حقيقي يبقى الدلل لفوق ده لها نهاية بكامل نهاية بسالب واحد لما الاكس تقول الكامل للصفر شكرا